اهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين مصر تتوقع اتفاقات قريبة لتصدير غزل المسال إلى أوروبا ولا تستبعد تعاونا مع روسيا في هذا المجال بين سندان الحرب ومطرقة التجار والحصار أسعار الغاز المنزلي في اليمن تلهب المواطنين أهلا بكم كشف وزير البترول المصري طريق الملة أن بلاده ستوقع مذاكرة تفاهم مطورة في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي قبل منتصف العام الحالي حيث يتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي المستفيد الرئيسي من الطاقة التي ستنقل من مصر وأشار الملة إلى أن هناك مناقشات وتعاونا مع من وصفهم بشركاء الإقليميين لتصبح مصر مركزا إقليميا يسير بالتوازي مع استراتيجية الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي ما يعطيها الفرصة للعمل عن قرب معه في هذا النطاق مؤكدا أنه ما من مانع من التعاون مع شركة الروسية في مجال البحث والاستكشاف وإسالة الغاز تنضي قبرص قدما في التنقيب عن النفط والغاز في مؤشر على تمسكها بموقفها في المواجهة مع تركيا بشأن ثروات طاقة المحتملة بعدما قدمت أنقرة موعد مناورات عسكرية في شرق المتوسط إلى أوائل آذار مارس الرئيس القبرصي طالب تركيا باحترام الحقوق السيادية لبلاده والتوقف عن عرقلة التنقيب قبلة الجزيرة لأن هذا الأمر مفيد للجميع بعد توحودها مشيرا إلى أن اللغة التي تعتمدها تركيا والقبارس الأتراك غير مبررة وهي لا تخدم مصالح الشعب القبرصي أعلن مدير قسم سوق طاقة الداخلي في المفاوضات الأوروبية أن بريكسال تأمر إجراء محادثات ثلاثية مع موسكو وكياف بشأن مستقبل نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي المسؤول الأوروبي نفى أن تكون المفاوضية قد بدأت العمل الإعدادي لاستناف المفاوضات وأعرب عن اعتقاده بأهمية إشراك المستوى السياسي لأن هذه ليست قضية تجارية فقط متوقعا مشاركة وزراء طاقة في روسيا وأوكرانيا في المحادثات توقعت شركة فيتول عملاقة تجارة طاقة أن تواجه الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال ضغوطا من الفائض المعروض في الأعوام المقبلة ولسيما في الأشهر الأكثر دفئا فيتول توقعت في أحدث تقاريرها أن تؤثر الأسواق أو أن تتأثر الأسواق بنمو إنتاج الغاز الطبيعي المسال في دول مثل الولايات المتحدة والكاميرون الذي ينتظر أن يزداد في الأشهر المقبلة وتظهر أقوى عكاساته في العام المقبل استياء كبير يسود أوسط اليمنيين في صنعاء وغيرها من المحافظات نتيجة الارتفاع المهول في أسعار أسطوانات الغاز فيما قدم محامون يمنيون بلاغا إلى النائب العام في العاصمة صنعاء بشأن جرائم الفساد والإضرار بمصلحة الدولة والأمن والاقتصاد القومي للبلاد برفع أسعار مادة الغاز المنزلي بنحو جنوني واحتكار تجار طوابير من اليمنيين تصطف هنا بحثا عن أسطوانة غاز في العاصمة صنعاء بعد أن عجز كثير منهم عن شرائها مع ارتفاع سعرها إلى أكثر من عشرة دولارات للأسطوانة الواحدة فيما سعرها الرسمي لا يتجاوز ثلاثة دولارات ما يزيد على ثلاث سنوات من الحصار المطبق من قبل التحالل في السعودية على اليمنيين وفي الوقت عينه يستغل بعض التجار أوضاع الحرب وحاجة اليمنيين فيرفعون الأسعار أيضا ما دفع بعدد من المحامين اليمنيين إلى تقديم بلاغ للنائب العام باتهام تجار الغاز بالتلاعب بالأسعار كجريمة فساد هدفها الإضرار باقتصاد البلاد تقديم شكوى للنائب العام في قضية ارتفاع المادة الغاز الذي للأسف التجار يستغلون هذه الأوضاع ويخدمون العضوان طبعا معظم التجار الغاز اكتشفت من خلال تقديم هذا البلاغ أنهم يتبعون الفار علي محسن الأحمر وبيت الأعال الأحمر نحن قدمنا البلاغ والنائب العام أمام اختبار صعب فعليه أن يثبت للشعب اليمني أنه مع الشعب اليمني وإلا هو غريب الشعب اليمني لنصنطالب بإسقاط هذا النايب العام إلا من يقوم بواجب للضبط هذه التجار منذ أشهر توقفت المحطات التابعة لشركة الغاز الحكومية عن بيع الاستوانات للمواطنين بالسعر الرسمي من دون أي سبب يذكر ما فاقم من حجم المعاناة في ظل الحرب تتحمل السلطة في صنعاء مسؤولية الحد من تلاعب التجار بأسعار الغاز المنزلي المرتبط بحياة الناس مباشرة فاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سيخفف من معاناتهم أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين 64 مليار دولار قيمة الاستثمار في قطاع الترفيه في السعودية لسنوات العشر المقبلة وفق ما قال أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه الحكومية وأضف الخطيب أن التمويل سيكون من الحكومة والقطاع الخاص موضحا أن من المشاريع أو من بين المشاريع المرتبطة بقطاع الترفيه بناء دار للأوبرا ويقامة المكتبات والمتاحف وغيرها ولفت الخطيب لأن قطاع الترفيه سيساهم في إيجاد فرص عمل لمائتين وعشرين مواطنا من الجنسين كشف المكتب الاتحادي والإحصاء في ألمانيا عن عودة قوية لمصر بصفتها وجهة مفضلة بالنسبة المسافرين الألمان في العام الماضي وزاد عدد المسافرين إلى مصر في العام الماضي بنسبة 69% وبلغ مليون وأربعمائة ألف مسافر واستغلت السياحة المصرية ضعف القطاع في تركيا إذ انخفض عدد المسافرين إليها بنسبة تفوق الثلاثة ونصف في المئة وبلغ ستة ملايين ومئتي ألف مسافر فقط رجح الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي توسيع نطاق حظر إرسال العمال إلى خارج البلاد ليشمل بعد الكويت بلدان أخرى إذ أظهرت تحقيقات تعرض الفلبينيين لسوء معاملة بالغ من أصحاب العمل في بعض الدول وكانت الفلبين قد علقت إرسال عمالها إلى الكويت منذ شهر الماضي بعدما عثر على جثة عاملة منزلية في أحد المنازل الخالية من سكانها وعليها آثار التعذيب ما دفع الرئيس الفلبيني للكشف عن حالات كثيرة مشابهة وحالات أخرى من الانتهاكات التي أدت إلى انتحار العديد من العاملات في المنازل إلى بريطانيا حيث نمى الاقتصاد بوترة أبطأ من التقديرات الأولية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017 ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد بينما يستعد بانكو إنجلترا لرفع أسعار الفائدة وتواجه الكثير من الأسر البريطانية ضغوطا ناجمة عن زيادة كبيرة في تضخم بعدما صوت البريطانيون لمصلحة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بهذا نختم النشرة للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسنا المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة